حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب رجل من الأنصار عن مولاة لهم يقال لها ليلة تحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعما فقالا لها كلي فقالت إني صائمة فقالا إن الملائكة تصلي على الصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حبيبي بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلة عن أم عمارة قالت أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعما فكان بعض من عنده صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه الملائكة